السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد معاكم الدكتورة اية هيتكلم النهاردة عن ازاي نحمي نفسنا من تشقق الشفايف ونعرف ايه هي الاسباب وايه هو العلاج اول واهم سبب لتشقق الجلد هو الجفاف ولان جلد الشفايف خالي من الغدد الدهنية على عكس باقي الجلد هو اكتر عرضة للجفاف والتشقق والالتهاب طب ايه هي الوقاية وايه هي العلاج من تشقق الشفايف اول حاجة لازم نشرب كمية مية من حوالي من اتنين لتلاتة لتر يوميا وخصوصا كمان في فصل الشتا لان الجفاف بيزيد في فصل الشتا هنستخدم الفسدين الطبي او هنستخدم المرطب الطبي وممكن نستخدمه من اربع لامس مرات في اليوم لو فيه تشقق شفايف لو ما فيش ممكن نستخدمه من مرتين لتلات مرات في اليوم بس نخلي بالنا من نقطة ان الفسدين بتاع الشفايف يفضل ان احنا لو هنستخدمه يبقى ما نتعرضش بيلي الشمس انما لو نستخدم المرطب عادي لا قاعد ممكن احنا نتعرض بيلي الشمس هلي بدنا برضو من عدم وجود حاسية من اي منتج بيستخدم على الشفايف او حور الفم زي معجون الاسنان او احمر الشفاة او زبت الكاكاو حتى ان ما فيش منها حاسية خالص هنبعد عن عادة لعق الشفايف لان اللعاب بيتسبب في التهاب الجلد وكمان في جفافه لان اوقات الناس لما بتلاقي ان الشفايف هنشفع ممكن ناقي تلعق الشفايف بحيث انها على اساس انها ترطبها لا ده ده بيزود وبيزود المشكلة للأسف التأكد من عدم تناول اي ادوية بتسبب جفاف الجلد زي علاجات حب الشباب وبالاخص الايزوتريتونيا او اللي احنا بنسميه في نصر النيتلوك لان ده برضو بيسبب تشاقق في الشفايف وساعتها بنساد المرطبات ومرطبات كمان قوية لتشاقق الشفاف واخيرا اكيد الاكل الصحي واكل الخضار والفاكهة اللي بتحتوي على نسبة مية كبيرة بشكل مستمر بيحمي جلد الجسم كله بالاخص جلد الشفايف من الجفاف ده كان فيديو النهاردة يا رب بيكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان نوصل لكم كل فيديوهاتي ولوليكم اي سؤال سبوه في التعليقات وهرد علي بازن الله وشكرا